موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبيبي في قناتي قناة احلى الاكلات اتمنى يا رب تكونوا بخير وسعادة النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الترطية الجميلة اللي قدامنا هنعملها مع بعض بالتفصيل هنعملها باذن الله بطريقة سهلة ان شاء الله هتعجبكم اول حاجة طبعا انا عملت الترطية عملتها في صانية مقاس 24 وهسيب لكم مقادير بتاعها في صندوق الوصف اسفل الفيديو وجلستها وحشيتها طبعا سمتها الراقات وحشيتها بالكريم شونتي وجلستها من بره بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي توفيره لوقتي الفيديو وبدأت ارسم كوز كده هو نص هلال على الجنب بتاع الترطية دلوقتي بقى حطيت كريم شونتيه فيه كيس من الكياس الحلواني واستخدمت الهوة القمع بتاع الوردة العادية اللي بنعملها الوردة المفتوحة وببدأ اعمل خطوط تقريبا مسافة بين خط والتاني يعتبر خط كمان في الوسط يعني بسيف مسافة بين كل خط والتاني بعمل الخطوط في الاول كده هوت لحد ما بوصل للحدود اللي انا عملتها بالقص اللي انا رسمته بالخلة وطبعا الخطوط في الوقت دوتها تبقى مش كلها متساوية يعني بمعنى ان احنا هنبدأ بخطوط في الاول قصيار زي ما هو واضح قدامنا في الصورة ونرجع ان احنا نعمل خطوط طولية هنكمل الترطية بتاعتنا كلها بنفس التكنيك شايفين انا عاملة الخط وسايب بين الخط والخط التاني زي ما هو تواضح قدامنا كده هوت مسافة ودلوقتي باعمل الخطوط الطولية بالطول بتاع الترطية كلها بطول ارتفاع الترطية وهكمل الترطة بتاعتي بنفس الطريقة لحد ما اوصل اللي هوت البداية القص اللي انا كنت رسمة وهرجع اعمل الخطوط اقصر فاقصر لحد ما اوصل اللي هوت المنتصف بتاع القص واغلف الترطية بتاعتي كلها بنفس الطريقة وبنفس التكنيك يا رب يكون التصوير قدامكم موضح وزي ما احنا شايفين كده هوت خلصت الترطة اللي عندي خلصت الكيكة كلها بنفس الطريقة اللي انا قلت عليها طبعا الشكل يعني يعتبر نوعا ما بدأ ان هو يوضع عملت الخطوط طبعا شايفين في الاول كانت خطوط قصيرة وفضلت ارتفع بيها وكملتها داير ميدور الترطة لحد ما خلصت الترطة اللي عندي كلها دلوقتي بقى هبدأ ان انا اعمل برضو بنفس الامع اللي انا استخدمته وردات برضو داير ميدور حواليا الترطة وردات البسيطة جدا اللي احنا بنشتغلها اه زي ما احنا شايفين قدامنا كده هوت هلف حواليا الترطة بتاعتي كلها بنفس الطريقة طبعا الوردات دي بسيطة جدا مش محتاجة مننا اي مجهود او اي حرفة وهبدأ برضو اعمل وردات على الخطوط اللي انا كنت عملتها اللي هي ايه القصيرة اللي كنت عملتها حوالين القوس اللي انا عملته شايفين يعني ببدأ انزل كده هو على كل الخطوط كل خط بعمل يعني فوقيه تقريبا ايه وردة شايفين الشكل عندنا هو بقى جميل وبدأ ان هو يظهر عندي وعندي دلوقتي كريزبي من الابيض دوت بيتباع عندي مستلزمات الحلوية اه بتشتريب فيه الوان كتير وفيه كمان احجام كتير منه انا اخترت اللون الابيض علشان يمشي مع اللون اللي هو اللون الكريمة الاحمر اللي احنا مستخدمينه في الترطاية وبدأت اوزع الكريزبي زي ما احنا شايفين كده هو على كل الوردات اللي انا عملتهم على الترطاية وزي ما احنا شايفين في الصورة كمان بدأت ان انا اوزع بين كل خط والتاني عملت برضو خط من الكريزبي الابيض طبعا يداني منظر جميل جدا ودلوقتي بدأت اعمل الورود اللي انا هشتغلها على السطح بتاعت الترطاية وزي ما اتكلمت قبل كده معكم على موضوع الورد اه ان انا بحب اعمل الورد على ورق زبدة واحب ادخلها التلاجة تمسك نفسها او ممكن ادخلها الفريزر تمسك نفسها شوية وعلشان اعرف ان انا ايه بقى ان اقولها على الترطاية ببساطة ودي طريقة سهلة جدا وبالذات للناس المحترفين بدأت احط كده هو جزء بسيط من الكريم علشان ارفع به الوردة وبدأت ان انا احط الوردات اللي عندي انا اشتغلت تلات وردات شايفين بحط الاول كده هو جزء من الكريم شنطية على الترطاية وابدأ اشيل الوردة بتاعتي بالشوكة وابدأ احطها على الترطاية بكل بساطة وبكل سهولة ودلوقتي عندي كريمة حطتها كده هوت فيه كيس الحلواني وحطت اللي هوت القمع بتاع ورق الشجر واستخدمت عليها سنة من اللون الاخضر وبدأت اعمل ورود حوالين الوردة اللي عندي آآ بدأت اعمل ورق الشجر ورق الوردة حوالين اللي هوت الورود اللي عندي في نفس الوقت بتسند الوردة اللي عندي وفي نفس الوقت بتديلي منظر جمالي للترطاية وبتكمل الشكل الجميل بتاع الوردة اللي عادي زي ما احنا شايفين بدأت كده هوت اوزع ورق الشجر آآ الالوان اللي انا مستخدمها دي الوان جيل وطبعا درجة اللون بتتحكمي فيها على حسب ما انت احبه برضو لو في اي فراف اليواني بالترطا بتبدأ ان انت تزينيه وتعملي فيه كده هوت ورق من اوراق الشجر آآ الامع ده طبعا آآ اللي احنا بنستخدمينه بصراحة ده سيني فملهوش ايه مقاسي يعني معين فبيعني آآ لو انت عايزة تكبر الورقة او عايزة تصغريها على حسب الضغطة اللي انت بتتغطي على الكيس اللي انت تستخدمي آآ تمام والكياس اللي انا مستخدمها في في ورق الشجر دي اللي هي الكياس ايه كياس اللي هي بنستخدمها في آآ آآ بتبقى معي كويسة لو انا مستخدمة كمية كريمة يعني ايه مش كبيرة فبتبقى معي ماشي الحال وبتبقى نفس الوقت موفران طبعا بتستخدميها مرة واحدة وبتبدأي ان انت ترميها لفت كده هوة التورطاية بتاعتي شايفين اهو شكلها ما شاء الله عليها جميل جدا والتكنيك بتاعها على قد ما تباني ان هي فيها شغلي بس التكنيك بتاعها بسيط جدا وسهل ودلوقتي هاخد برضو كريسبي وطبعا التزيين دايما في الاول وفي الاخر بيرجعلك على حسب ما انت حابه وعلى حسب زوءك وهبدأ انزل كده هوة بيه الكريسبي باخده برضو داير مميزور عايز انا اللي هو دقيقة اوضح القوس اكتر او ابين القوس آآ بتاعة اكتر وفي نفس الوقت ادي آآ شكل جمالي اكتر للترطية بتاعتي آآ بدأت ان انا اوزع كده هوة الكريسبي برضو الابيض لازم يبقى عندنا حبة من الصبر واحنا بنشتغل الترط علشان نحصل على نتيجة جميلة شايفين الشكل ده طبعا ادها شكل جميل جدا على فكرة في الطبيعة آآ شكلها اجمل بكتير من التصوير وهنا حطيت كمان آآ كريسبي بس بيبقى كمان اصغر بكتير جدا من الحجم الاول طبعا زي ما هو واضع بدأت ان انا كده هوة ترشيته على الترطية الجزء الفاضي وكتبت اسم محمد اللي انا عاملت الترطية ليه كتبته كده هوة بالشوكلت وطبعا انا استخدمت التكنيك اللي انا استخدمته قبل كده في طريقة كتابة على الترطة وهنزل لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف اسفل الفيديو تعلمنا فيه ازاي نكتب على الترطة باستخدام الشوكلت بخط جميل او كمان ازاي نرسم آآ وعملتها بالشكل الجميل دوت وحطيت القلب الصغنن اللي احنا شايفينه برضو عملته بالشوكلت الطريقة سهلة جدا جدا والنتيجة كمان بالنسبة لي مرضية آآ وشكلها جميل جدا وبرضو عملت كمان من نفس بنفس التكنيك وبنفس الفكرة برضو نفس الترطية دي برضو بس طبعا غيرت في اللون بتاعي الارضية بدل ما نفس اللون كنت منستخدمها غيرت كمان في اللون الارضية ودي كانت وصفتين مهاردة ودي كانت الترطية البسيطة اللي انا عملتها معاكم اتمنى ان هي تعجبكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوه لي اشتراك في القناة وعملوا لي لايك وشير وإلى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله